مرحبا برج العقرب عندك يا برج العقرب برينسس أوف وانز هو اول مشهدني في قراءتك الغصن الصغير عندك طاقة نارية طاقة نارية جدا موجودة وبكثرة في القراءة فاحتمال انك تتعامل مع الحمل الاسد القوس هو شخص موجود عنده عصر النار في شارة مالا عندك برينسس أوف وانز انت حاليا جدا متواصل مع مشاعرك جدا ذكي عاطفيا اشوفك انت عارف بالضبط طاقة هذا الشخص هي الطاقة النارية انت عارف بفاهم طاقة هذا الشخص بالضبط انت وصلت لمحلة تعرف انه كيف سيتصرف في جميع الظروف واما صرت تعرف تأثير الاخرين عليه صرت تعرف نفسك وتعرف هذا الشخص والديناماكية بينكم لدرجة انك جدا واعي حتى تعرف ما ستكون خطوة القادمة صرت جدا تعرفها ولكن بسبب معرفتك العميقة لهذا الشخص صرت تحاول ان تستخدم الواضح وهذا ايضا من الذكاء العاطفي انت وصلت حاليا لمرحلة جدا جيدة في ذكائك العاطفي انت تعرف هذا الشخص واحتمال انه اقل نظجا منك واقل ذكاء منك انت قاعد تحاول تخبي عنا او تداري عنا شيء مهم ما يعرفه ممكن يكون امور بخصوص الاموال استقرارك المالي دخلك وظيفتك ما يملكون الاهل هاي الامور وممكن يكون ايضا بخصوص مشاعرك انت حاليا تحاول تعطي الشريك او الحبيب الواجهة الصامتة الواجهة اللي قاعد احنا سميه البوكر فيس لعبة البوكر او الورق دائما من المهم انه ما تظهر عليك اي تعابير وجه عشان المنافسين في اللعبة لا يعرفون انت ماذا تخبي من اوراق عندك الكثير من الاوراق تستطيع ان تستخدمها في العلاقة تملك وفي الكثير من الاساليب دائما برج العقرب جدا ذكي عاطفيا في الكثير من الاساليب اللي بجعبتك حيل بجعبتك تستطيع ان تنجح بها الموقف وتخلي الكثة تصير الى صالحك مش عليك ولكن من المهم ان تحافظ على تعابير وجه البوكر الا تعطي للاخرين حتى تلميح عن وضعك الحقيقي وضعك الحقيقي اشوفه ست الخماسيات وضعك مستقر احتمال انه سيأتيك مال في المستقبل او انك تنتظر اموال او انك ستؤدي ديون في المستقبل ارى انك رح تعيش في رخاء مالي اكثر من الحالي احتمال حتى تفوز بجائزة او تأتيك هدية من احد الاهل تزيد عليك الرخاء الماضي لانت اصلا عايش فيه حاليا مع هذا الشخص من المهم جدا مو فقط انه لا يعرف مشاعرك ولكن حتى خطوتك القادمة لا يعرف مثلا بخصوص هاي الوضع شنو اللي يعني لك ست الخماسيات هل انت حاليا مرتاح ماديا هل انت حاليا قاعد تنجح في مهنة في حرفة هل انت قاعد تأتيك اموال شنو يعني لك هذا الشيء ما هو الرخاء المادي اللي حاليا او في المستقبل انت راح تشهده في حياتك من المهم ان تحافظ على الواجه الصامتة بدون تعابير يعني اذا انت سعيد لكن وجهك صامت لا تظهر عليها البسمة مو معناتها ان لا تبتسم النعمة المفروض ما تبين عليك لماذا قاعدة اقول لك هذا الشيء لان عندك شخص انت عارف جدا طاقة هذا الشخص موجودة عندك طاقته غير ناضجة عنده الغصن الصغير هذا الشخص صعب بالنسبة له الشريك اتكلم عن الشريك صعب بالنسبة له ان يسيطر على شغفه فانت قاعد كأنما تحافظ على استقرارك الشخصي عشان لا يؤثر عليه الشريك ممكن لان اشوف هذا الجانب هذا الشخص من النوع اللي جدا رغباته تسيطر عليه صعب بالنسبة له ان يتحكم في ذاته عنده عشرة الاكواب بالعادة عشرة الاكواب تعني السعادة ولكن في هاي القراءة بالذات تعنيني كثرة الماء معناته ان الوضع مسي او بالعربي شنو مسي مكركب هذا الشخص عاطفيا مكركب عاطفيا غير مستقر يعني احتمال يوم يأتي يريد ان يصبح مدرس مرة ثانية يوم يأتي يريد ان يتاجر في الشغلة الفلانية يوم الثالث تراهنه مكتئب اليوم الرابع معصب هذا الشخص مثل ما يقولون عاطفيا مكركب غير مستقر يفتقد الاستقرار كرت الاستقرار موجود عنده اربع الاقصان ايضا طاقة نارية ولكن اي كرت بالراحة ممكن يكون معكوس وراء انه معكوس عند هذا الشخص لانه ما عنده سيطرة على مشاعره جدا حساس جدا سهل ان الناس يتلعبون فيه يخلونه ياخذون منه ما يريدون لانه انسان طيب وحساس في نفس الوقت انسان ليس لديه السيطرة على مشاعره وعلى توجهاته وعلى اساسياته في الحياة هو حاليا قاعد يعاني فانت من الذكاء انت قاعد تحفظ على نفسك هنا مش شرط انه هو شريك لانه هو حبيب المفروض انا اعاني معاه مثل ما هو يعاني ترى اللي قاعد تسويه جدا من الذكاء واتفق معاك فيه مش شرط انه لانكم شركاء لانكم تحبون بعض من العدل ان يسحبك معاه الى المعاناة خصوصا انه وضعه هو الخاطر وضعك انت الصحيح حتى وان كان هو صاحب مهنة ولديه مال هو مكركب في النهاية من النوع اللي الناس يدخلون حياته يستغلونه يأخذون ما رديه من اموال ويرجع في هاي الدوامة دوامة اللي الناس يدخلون حياته يكونون معه صداقات يكونون معه علاقات يأخذون ما يريدون ويسحبون عليه فانت قاعد نسميه انت قاعد تحافظ على نفسك ذاتيا حتى وان كان الحب موجود كأنك قاعد تحاول تسيطر عليه من ان يعني يكبر او يوصل الى مرحلة جدا كبيرة بحيث ان هذا الشخص بعدين في النهاية لابد انه سيسحبك الى جانبه جانبه المكركب عشرة الاكواب الماء بالعادة جدا صعب انك تسيطر عليه يعني لما ينكب خلاص احتمال ان هذا الشخص مو فقط يمر بهاي النمط من العلاقات اللي الاشخاص يقلون حياته ويكركبونها له وهو يسمح لهم هو تأود خلاص عندك الشريك وصل الى مرحلة من التعود انه ما في حدود بينه وبين الاخرين مثلا مثلا امثل مع الاهل دائما يسمح الاهل ان يدخلون في علاقته معك دائما يسمح الاهل ان يدخلون في تربيةه للابناء دائما ما في حدود ما يضع حدود كرت الحدود عنده مفقود انا ارى ان هذا الكرت مقلوب عنده كرت اربعة الاخصان معناته الاساس الثابت للحياة الزوجية الحدود هذا بيتنا هذا زواجنا ما عنده هاي الموضوع وحتى لما يدخل حياة الاخرين حتى وان كانوا غرباء دائما يفقد السيطرة على نفسه دائما هو ينتهي به الامر خسران ومخذول لانه يدخل لانه خلاص قدتلك تعود دخل من عادته ان التدخل في حياة الاخرين جدا طبيعي يعودوا هاي الاشخاص على هذا الشي فصار حتى هو عندما يدخل الى منزل جديد علاقة جديدة تعرف على اصدقائك على الجيران ما يستطيع ان يحافظ على حدود مهمة في العلاقة يدخل ايضا صار هو اللي يدخل في حياة الاخرين ولكن هاي الامور جدا كلفتها الكثير سب الخماسيات مرحلة فقدان الاستقرار فقدان الاستقرار في المنزل هذا الشخص مخذول حاليا بسبب افعاله الخاصة بسبب هو هو عارف قاعد وسط كل هاي الاكواب وعارف ان هو اوصل نفسه الى هاي المستوى فالان كأنما يعني هو قاعد يمثل انه مخدول وزعلان ويلوم الناس ولكن كأنما ينتظرك انت تأتيك الاموال او يأتيك النجاح وانت اللي تكون خلاصة في هاي الموضوع ولكن النصيحة لك بما انه كرت العالمة موجود انك في هاي الناحية افضل درس تعقيل حبيب ان تعلمه ان يتعب على نفسه من اجل نفسه لا تستطيع ان تقوم بالامر من اجله مجرد ان تأخذ الدروس والاموال والنصائح تعطيها له هذا لن ينفع معه هذا الشخص عليك لديك تلغصن عليك ان تريه الطريقة العملية عندما انت تحافظ على استقرارك لا تسمح له ان يعني ينشع طاقة المكركبة الى حياتك الخاصة انت هني قاعد تعطي درس انت هني قاعد تغير فيه الماء ايضا طاقة التغيير فهذه هي النصيحة لك الدرس اذا كان محتاج هذا الشخص اذا كان محتاج للتغيير دائما علمه بالقدوة انت تكون له القدوة بدل ان تدخل في حياته وتساعده وتعطيه وتنصحه وتحارب من اجله هل صراحة الطاقة اللي عندك الطرف الثالث عندك كرت الامبراطور عندك كرت ثلاثة الاكواب ايضا كرت اكواب كأنما هو عامل تشجيعي للشريك والخماسيين بغض النظر من يكون هذا الشخص في حياة شريكك ممكن يكون اخ اخت ام اب شريك سابق ابناء من زواج سابق بغض النظر منهم هذا الشخص بالنسبة لكم هذا الشخص لديه صلاحية في حياة الشريك للأسف الطرف الثالث لديه صلاحية كأنما يعني من نفس الدم او شيء كذا لديه صلاحية ان يدخل حياة الشريك وتأثيره جدا سلبي عليه شلون تأثيره سلبي هذا الشخص يشجع الجوانب اللي دائما كانت تسبب الخسارة لشريكك يشجع على ثلاثة الاكواب على الشيء من تخلص من برج العقرب ستكون اسعد لا تهتم لما يقول لبرج العقرب لا تطع او تسمع نصيحة برج العقرب حتى وان كانت نصيحته مهمة لا تطع دائما ايضا يخبره ان لديه فرص اخرى مع اشخاص ثانين واحتمال ان هاي كان سبب الخذلان لشريكك اكتشف انه ليس لديه فرصة افضل مع اشخاص ثانين بالطريقة المؤلمة ممكن هاي ايضا سبب تباعد حاليا بينك لانك عرفت انه هو ذهب وراء الفرص الاخرى فيه ثلاثة اكواب عندك كأنه قاعد يريه هذا الامبراطور ممكن ايضا تكون تتعامل مع برج الحمل يريه هذا الامبراطور او برج الناري دائما انت عندك فرص افضل مع اشخاص افضل طلقه انفصل عنه اتركه لا تكون معه دائما يكون مثل اللي نصيحة ونصيحة الشيطان واحد هذا الشخص تأثيره ونصائحه جدا فاشلة دائما يقول العشب اكثر خضارة في الجانب الاخر فهاي الشخص احتمال شريكك اخذ نفسه اخذ حقائبه ذهب الى الجانب الاخر اللي هاي الشخص قال له ان العشب فيه اخضر وافضل واكتشف انه لا فهو حاليا احتمال انه مستحي مستحي او خجلان انه يرجع ويعتذر او يعترف حتى بغلطته احتمال انه يريك بافعال انه هو ندمان ولكن جدا هذا انسان طيب جدا ولكن يفتقر الى الذكاء العاطف الاجتماعي انا مش عارف يضع حد لهذا الشخص ايضا هذا الشخص ينصحه الخماسيين دائما نصائحها نصائح الطرف الثالث تضع الشريك بين نارين ولكن ليس بطريقة ايجابية دائما في النهاية الشريك يضطر ان يختار واختياره يكون غير صائب دائما يكركب الاثنين معنات ان انت قاعد تحاول تجمع بين شيئين ولكن في هاي الموضوع في النهاية الثمن يدفع الشريك هذا كأنما هذا الشخص الحين وصلتني الفكرة هذا الشخص يكرهك لديه مشكلة شخصية معك لن تنحل بالكلام لن تنحل بالافعال لن تنحل بالطيبة هذا الشخص خلاص متمرس جدا في كرهك أنت انت كرة الامبراطور وصل الى مرحلة النطج يعني مرحلة لن يتراجع فيها عن رأيه فيك فلا تتعب نفسك ولكن شنو اللي قاعد يساويه حاليا قاعد يتلاعب بالشريك لان انت احتمال لست مقرب منه او استطعت ان تكشفه اسرع لان انت برج العقرب الاذكى عاطفيا انتهيت من الامور اسرع ولكن قاعد يضرب تحت الحزام قاعد يتوجه نحو الشريك احتمال يكون من اهل الشريك قاعد يستخدمه ضدك لان يعرف انه مهما كان عندك وجه البوكر ولكن يعرف انه في النهاية لديك مشاعر لديك حب لديك ايضا رخاء لديك ذكاء فشنو قاعد يحاول يساويه يخسر هذا الشخص ومن ثم يرسله اليك مرحلتين عنده استراتيجيتين المرحلة الاولى يخلي هذا الشخص يخسر يفشل ينخذل عندما يخسر هذا الشخص هذا ينصحه صح؟ يقول له افعل كذا كذا تطلق منه يحفزه كأنما يعطيه الطعم ان هذا الشخص ذكي يحفزه هذا الشخص يأخذ الطعم الشريك يأخذ الطعم فيخسر اكتلف انه فعلا ليس لديه فرصة افضل من برج العقرة او يخسر حتى في استثمارات ينصحه بها هذا الشخص هذا الشخص احتمال يستغله عندما يخسر لا تنتهي مهمة هذا الشخص عنده مرحلة ايضا ثانية رسالة اليك مرة اخرى ليرجع اليك عشان يحاول باي طريقة ان هاي الطاقة المكركبة التشويش اللي خلقه هنا يريده ان يصل اليك لانه انت الهدف النهائي له لانه هو يكرهك لا يتمنى لك الخير فتأثيره جدا زيئ على علاقتكم افضل شيء ان تقدر تتويه في هاي الوضع هنت احتفظ بذكائك العاطفي الاجتماعي حدسك يا برج العقرب هو اللي رح يخبرك مهمة التصرف الصحيح حدسك وليس مشاعرك رح اسحب الكارت واحد تابع المفاجئة في هاي الديناماكية اللي بينكم من بين كل القراءات انت القراءة اللي فيها الطرف الثالث هو الاسوأ لحد الان يا برج العقرب لان هذا الشخص امبراطور بما معنى انه جدا ذكي ولديه مراحل استراتيجيات متعددة ومعقدة من اجل ان يحقق اهدافه فهو لحد الان الاسوأ ولكن لا يوجد شيء لا يستطيع ان يتغلب عليه برج العقرب بذكاء العاطفي ملك الخيالة او الحصان ملك الخيالة او الحصان ملك الخيالة او الحصان المساعدة الكنترول التحكم انا اخبرتك ان انت راح او النصيحة لك في البداية ان انت لا تسمح لهذه الكركبة كركبة الشريك تصل اليك ولكن ارى ان فيها كرت 24 جمع الاربعة والاثنين ستة كرت الستة هو كرت الانتصار بالنسبة لي كرت الحصول على ما تريد وايضا لديك كرت ستة هنا ستة الخماسيات في مرحلة ما النصيحة لك في البداية كانت ان لا تسمح لهذه الكركبة كركبة الشريك ان تدخل في حياتك ولكن ستصل مرحلة هو فعلا يحتاج الى مساعدتك متى ليست عندما يرسله اليك هذا الشخص ولكن اشوف ان الرسالة لك هنا هؤلاء الاشخاص الشريك والطرف الثالث مهما كان هذا الشريك حاليا ليس ذكي عاطفيا سيكتشف طرف الثالث الشريك قاعد خسرة وقتها راح يكون بينهم مثل التصادم اذا حدث التصادم يحين لك الوقت انتركب على حصانك الابيض وتنقذ الشريك اذا كنت فعلا تريد ان تساعده في تلك المرحلة ولكن تكسر الاستراتيجية لا تقبله عندما يرجع مخذول اقبله عندما يرجع مخذول وهو مكتشف حقيقة هذا الشخص يكتشف تأثير هذا الشخص عليه في حياته اختار توقيتك بحياته بحياته شكرا